موقع الجزيرة نت نشر مقالاً للكاتب الخير عمر أحمد سليمان أن البحر الأحمر يمثل عبقاً استراتيجياً مهماً للبلدان المطلة عليه كما يستمد أهميته من موقعه الجغرافي الذي وفر للقوى الإقليمية والدولية إمكانية الوصول إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط فضلاً عن أهميته في ثلاث دوائر أمنية هي الأمن القومي العربي والأمن الأفريقي والأمن العالمي وأضاف الكاتب في مقاله أن التكييز ينصب أعلى الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر موضحاً أن الحرب في اليمن قادت بعض الأطراف الإقليمية إلى عسكرة العديد من الموانئ على الشواطئ الأفريقية خاصة تلك الموجودة على الضفة الغربية للبحر الأحمر نتج عن ذلك زيادة العبء الأمني وتوسيع دائرة التصادمات العسكرية مما هدد الملاحة في باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم وأشار الكاتب إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة مع ممراتها البحرية الحية وقربها من الأسواق العالمية يجعلها جاذبة للتجارة ويمكن تطوير أليات تعزيز الاستقرار وخلق بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية لكن عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية والنزاعات الحدودية تشكل أقبات رئيسية في طريق تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة جذب استراتيجي قائمة على التعاون بدلا من الصراع ترجمة نانسي قنقر